موسيقى بعد المفاجأة المدوية باختيار القابون كبلد مستضيف لنهائية كأس أمم إفريقيا 2017 اعتبر وزير الرياضة محمد تهمي الذي ترأس وفد الجزائر بالقاهرة بعد إعلان نتيجة التصويت بأن القرار كان مفاجئا ولا يعكس أهمية الجزائر ووزنها في القرار الإفريقية وأضف تهمي بأن القرار غير معقول لأن ملف الجزائر كان أحسن وأحسن بكثير من الملف القابوني لكن هناك أمور غير رياضية صنعت الفارق يضيف الوزير واعتبرا أنه من الآن فصاعدا ستغير الجزائر من معاملتها مع الهيئات التي تسير الكرة في إفريقيا خاصة عندما أصبحت القرارات مرتبطة بالكواليس وغيرها من الأمور الخفية ووصلتهم مهاجمة الهيئة الإفريقية مؤكدا أن المصالح تغلبت على القانون وسيطلب توضيحات من عضو الجزائر في المكتب التنفيذي للكاف محمد روراوة الذي سيقدم تفسيرات حول هذه المهزلة اعتبر الناخب الوطني كريستيان غوركيف أن المجموعة التي وقع فيها الخضر غير سهلة حسب ما يظن الكثير مشيرا أن المنتخبات التي ستنافس المنتخب الوطني عرفت تطورا كبيرا في الأوين الأخيرة وأضف غوركيف أن المنافسة ستنحصر بين الجزائر وإثيوبيا باعتبارهما الفريقين الأقوى في المجموعة دون التقليل من قيمة المنتخبات الأخرى مؤكدا أنه على المنتخب الوطني أن يكون حاضرا دون خطأ في التصفيات خاصة في التنقلات إلى أدغال إفريقيا وكان المنتخب الوطني وقع في المجموعة العاشرة مع كل من إثيوبيا والليزوتو والسيشل حسب مصدر عليم من رئيس لجنة تنظيم كأس الجمهورية علي مالك فإن مباراة النصف النهائي بين أمل الأربعاء وجمعية شلف ستجرى رسميا بملعب بولوغين بدلا من ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا ودار الجدل حول الملعب الذي سيحتضن المباراة ليستقر الإختيار على ملعب عمر حمدي ببولوغين تأهل نادي سبورت انجليش بونا إلى نهاء كأس البرتغال وذلك على حساب ناسيونال ماديرة بعدما تجاوزه بهدف للسفر في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزي الفلادي في إطار إياب نصف النهائي المسابقة الهدف الواحد في اللقاء سجله اللاعب إيوارتون قبل النهاية بخمس دقائق واستفاد رفاق أسليماني من تعادلهم ذهبا بهدفين لمثلهما من جانبه لعب المهاجم الدولي الجزائري طيلة التسعين دقيقة رغم الشكوك التي كانت تحوم حول ذلك بسبب معانته من الإرهاق البدني فيما ينتظر أبناء العاصمة المتأهل من ريو آفي وسبورتينغ براغا في النهائي ودع نابو لمنافسة كأس إيطاليا من الدور النصف النهائي وذلك على يد دي لازيو بعد خسرته في ملعبه وأمام جماهيره بهدف للصفر في لقاء العودة ويفرط في التأهل للمرة الثانية على التوالي للدور النهائي ويفقد اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي الدول الجزائري فوز غولام شارك طيلة التسعين دقيقة من جانب تشكيلة الإسباني رفايل بنيتاز مقدما أداء متوسطا على غرار زملائه في الفارق الجدير بالذكر أن لقاء الذهب بملعب الأولمبيكو انتهى بالتعدل الإيجابي بهدف لمثله في الليغة الإسبانية عزز برشلون موقعه في الصدر بعد فوزه الكبير على ضيفه ألميريا بربعية نظيفة في مباراة احتضنها ملعب الكامبنو معقل النادي الكتالوني برسم الجولة الثلاثين من الدور الإسباني وتدول على تسجيل أهداف اللقاء كل من النجم الأرجنتيني ليون الميسي والمهاجم لويس سواريز والمدافع بارترا قبل أن يعود المهاجم الأوروغواياني لإضافة الهدف الرابع أما الغريم الأزالي ريال مدريد فقد فاز خارج ملعبه بثنائية نظيفة على جاره رايو فايكانو سجل أهدافها كل من الدون كريستيانو رونالدو والكولومبي خيمس رودريغيز ليبقى الميرينج ثانيا برصيد سبعون نقطة خلف البارس المتصدر بأربعة وسبعين نقطة